ونبقى في وباء كورونا الذي يواصل حصد أرواح عشرة الأردنيين إلى جانب تسجيل مئات الإصابات حيث شهد الأسبوع الحالي قفزة كبيرة مسجلاً مئات الوفيات وآلاف الإصابات رغم الإجهاءات الاحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي الفيروس ارتفاع ملحوظ بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا شهده الأسبوع الحالي رافقه أحاديث عن فرض حظر شامل طويل كانت تواجه بالنفي الحكومي أرقام وزارة الصحة بحسب تقريرها الأسبوعي حول وباء فيروس كورونا في الأردن أظهرت أن عدد حالات الوفاة خلال الفترة من الثلاثين من تشرين الأول إلى الخامس من تشرين الثاني بلغت ثلاثمائة وتسع وعشرين وفا بفيروس كورونا في حين كانت الأسبوع الماضي مائتين وتسع وخمسين وفا بزيادة بلغت مائة وثلاثين وفا إجمالي الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في الأردن بلغت ثلاثين ألفا وأربعمائة وتسع وسبعين إصابة بكورونا في حين بلغت الأسبوع الماضي ثمانية عشر ألفا وتسعمائة وأربعين الإجراءات الحكومية لمواجهة الفيروس خلال الأسبوع الحالي تضمنت تمديدا لساعات الحظر الليلي حيث تقرر إغلاق المنشآت بدءا من الساعة التاسعة مساء وحظر التجول للمشاة من العاشرة وحتى السادسة صباحا كما قررت الحكومة إغلاق مراكز اللياقة البدنية والمسابح ومدن الترفيه والمقار الالتخابية وحوسبة جميع الفحوصات وما بين القرارات الحكومية الرمية لمواجهة الفيروس المتفشي مجتمعيا وبين الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك القرارات يقف المواطن اليوم أمام مفترق طرق فإما الوقاية والالتزام بأوامر الدفاع وإما المزيد من القرارات المؤلمة والقاسية بحسب ما وصفت الحكومة